أول شيء أهني كل أمرأة بالكويت وبالوطن العربي وبالعالم أجمع بهذه المناسبة التي للأمانة نحن دائما نعتبر أيام السنة كلها يوم للمرأة وتقدر بإنجازات النساء في العالم ولكن في هذا اليوم خصص بأن نتذاكر مع بعضنا ما هي الإنجازات التي أنجزت وما هي الإنجازات التي سوف تنجز في المستقبل دور المرأة دور عظيم دور المرأة هو دور مساند للرجل دور المرأة هو دور حيادي فردي إلا أنه في شراكة مجتمعية مع الرجل وبالتالي أنا دائما أقول هذه الكلمة المرأة ما تقدر تحقق أي إنجاز إذا كانت بشكل فردي لا بد أن يكون هناك شراكة مجتمعية نحط إيدنا بإيد الرجل في كل أمورنا نسندهم يسندوننا لأننا مكملين لهم وهم مكملين لنا بالنهاية هدفنا واحد النتيجة واحدة غايتنا واحدة وهو الارتقاء بالمجتمع مستحيل يكون هذا الارتقاء ومستحيل أن نحقق هذا الارتقاء إذا كان العمل فردي من الرجل فقط أو من المرأة فقط شكرة لك على هذا اللقاء ويعطيك ألف عافية السؤال أخير أو شيء عفو ما سونا شيء هذا واجبنا نحن اليوم نسلط الضوء على المرأة الكويتية اللي نفتخر فيها اللي هي الأم والأخت وهي الكل بالنسبة لنا لو لاها ما كنا متواجدين حاليا هنا هل المرأة الكويتية اليوم خذت جميع حقوقها أم في حقوق لها ناقصة؟ أنا دايما أقول فرقوا بين الحقوق البرلمانية والحقوق المدنية العادية المرأة في جزء كبير أننا خذت حقوقها دولة الكويت حققت إنجاز كبير في مجال المرأة أنصفتها في المجال الانتخابي إلا أن هناك تظل هناك حقوق منتقصة للمرأة ولو كانت في بعض الفئات في المجتمع ترى أنها بسيطة إلا أننا نراها هي أساس المشاكل الكبيرة حتى لو كانت بسيطة